موسيقى نواة القدس هي بلدة سلوان نظراً لقدمها وعراقتها وموقعها على الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى عاد عن احتضانها لمواقع أثرية وتاريخية هامة منها عين سلوان يعد عمرها لما يقارب الأربعة ألاف عام تعتبر هذه العين من أهم المصادر المائية في القدس وجدت منذ بداية التكوين الجيولوجي في المدينة واستخدمت لأول مرة في العهد البرونزي الكنعاني نبع الوحيد المرتبط بتاريخ المدينة ونعرف أن المدينة تسقط بها الأمطار لكن لا يوجد بها أنهار كثيرة هناك بعض الينابية تحيط في مدينة القدس من الشمال لكن حيث الموقع في الجنوب حيث النواة لا يوجد إلا هذا الموقع مما أدى إلى أنه له أهمية كبيرة جدا حتى في الفترة الكنعانية وفي الفترة اليابوسيقى في عطرة البرونزي الأول أن لهذا النبع كان ارتباط وفيق جدا في المدينة بحيث أمن للسكان الماء الذي يحتاجون إليه أثناء حصارهم المتعدد للمدينة أيضا هذا النبع معروف أنه وقف من أوائل ما أوقف من أماكن في فلسطين على مصالح المسلمين عامة فهو وفق أثمان بن عفان برزت أهمية هذه العين لاعتماد سكان سلوان عليها سابقا في الشرب وري المزروعات ولهذه النبعة أهمية كبيرة عند المسيحيين فالسيد المسيح في إحدى معجزاته أعاد البصر لرجل كفيف غسل وجهه بمياه عين سلوان لهذه النبعة أيضا في التراث اللاهوتي المسيحي مكانة عظيمة جدا حيث أن بالقرب منها عين العذراء ما أطلق عليه عن العذراء قام السيد المسيح بإحدى معجزاته في مدينة القدس بأنه أبرأ الأكمه كيف أن الفلسطينيين والمقادس كانوا يتبركون بهذه الماء ويعتقدون في الروايات وفي الفضائل أن ماء سلوان مرتبط أيضا بماء مكة في كتب الرواية فنجد لهذا هي الرئة للمدينة في تاريخها امتد التهويد في المنطقة ليصل إلى هذه العين فقد عمل الاحتلال على تغيير معالمها وتحويلها إلى مسارات تلمودية عدى عن استغلال هذه العين لإصال الرواية اليهودية بنسبها إلى فترة الهيكل الأول كل سلوان مستهدفي ليس النبع سلوان بالحجر والبشر مستهدفي عبر خطط يرصد لها ميزانيات كبيرة جدا العين الاحتماء ببعض روايات التوراة وتضخيمها والمبالغة فيها أيضا مما يتأرض له الموقع كل بقعة من بقاع المدينة المقدسة تروي حكاية تاريخ عريق فعين سلوان التي يعود عمرها إلى ما يقرب الأربعة ألاف عام تشهد عمليات تهويدية لإلغاء معالمها الكنعانية والبيزنطية لبرنامو الصبع الخرية قدس دينة دعنة القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر